موسيقى موسيقى دعني أبدأ معك الحديث اليوم هل تفاجأتي في أي شيء اليوم صدرة بالبنك المركزي الأوروبي؟ بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ليس أي شيء صدر منه مفاجئ كان ضمن التوقعات تبقى على سعر الفائدة والسياسة النقدية دون تغيير لكن وأبقى على برنامج الطوارئ المختص بفيروس كورونا لشراء السندات والأوراق المالية بـ 1.8 رليون دولار حتى الثامن من مارس عام 2022 ومع أسعار الفائدة رح تبقى متدنية ومنخفضة توقعات هنا مراقبة التضخم لأنه نعرف التضخم من 0.3 أو 0.3 بالسالب فبالتالي ربما نتوقع أنه لو ما نشهد مع كل هذه الإجراءات نشوف التضخم تحت الصفر لو شفنا هذا التضخم تحت الصفر لازم نجري عادة برنامج لشراء السندات خطة أكبر للتحفيز الاقتصادي والبنك المركزي الأوروبي مرن من ناحية برنامج شراء الأصول وأيضاً ربما نشهد أسعار فائدة بالسالب يضطر أنه البنك المركزي الأوروبي يعمل هل أنه نحن عم نشوف أنه فيه إغلاقات اقتصادية بمنطقة اليورو وعم ترتفع عدد حالات الإصابة وأيضاً حتى بألمانيا إيقاف المدارس بالمملكة المتحدة ببريطانيا أيضاً رح تستمر حالات الإغلاق وخاصة أنه ما عم نشوف أنه الإغلاقات الاقتصادية بمنطقة اليورو عم تأتي بإثمارها مع الإغلاقات مثل ما كنا سابقاً أن الإغلاقات كانت عم تجيب نتيجة لكن الآن ما عم نشوف هذه النتيجة ومنتوقع أنه التوقعات بين كماش اقتصادي في الربع الرابع مثل ما تحدث البنك للمركز يوروبي رحي سامر بري الربع الأول من عام 2021 هذا الإنكماش هناك المخاوف الأكبر هي من ناحية التضخم لو ما ارتفع بشكل مشكلة كبيرة نراقب ولكن لا تحرك فيما يتعلق بالنسبة للسعر الصرف العملة لا يتحكم بنك المركزي مباشرة بالسعر الصرف العملة هل تعتقدين بأن كريستين لاغارد بإمكانها أن تحافظ على مستويات معينة لليورو أن لا يتخطاها لأنه لا يكون سلبي بالنسبة لليورو وهي توقعات قد بالنسبة لليورو لنا نعم يعني بالنسبة بالفعل اليورو اليوم عم نشوف بعض الارتفاعات يعني أنا بتوقع هي ضعف الدولار عم بيلعب دور في قوة اليورو وهذا السبب الرئيسي قص الدولار أكثر من أي عام الآخر وعم يعطي قوة لليورو بتوقع أنه يرتفع لو أكثر من ذلك لو عم نشوف أنه منشوف حل حلية لبعض إذا شفنا الدولار يعني عم بيضعف أكثر فرح نشوف اليورو رح يرتفع أكثر من ذلك والبيانات الاقتصادية رح تطلع هي رح تكون دور في تحرك تحركات اليورو في الفترة القادمة ممكن إذا تخطينا ونتخطى مستويات لو الارتفاع نتخطى مستويات لو 1.25 لو 1.25 دعيني أسألك أيضا عن سلعة أخرى في ظل كل هذا ما نشهده من قبل بنوك المركزية وننتظر أيضا الفيدرالي خلال الأسبوع القادم يوم الأربعاء ولكن بشكل عام التوجه واضح أن البنوك المركزية إلى المزيد من التسهيل على الأقل خلال الفترة الأشهر القديلة القادمة الذهب شهدنا يعني شهدنا ارتفاع كبير للذهب خلال فترة العام الماضي ولكن عدنا نشهد نوع من الاستقرار والضغوط عليه ويعني التوجه كان بشكل كبير إلى الأصول الخاطرة نشهد اليوم الأسهم عندما استويات قياسية ليس فقط في أمريكا ولكن حول العالم هل تتوقعين الذهب أن يأخذ مصار جديد خلال هذا الربع أو حتى الأشهر القادمة؟ بالنسبة قبل أن أذكر الذهب نذكر قليلة المؤشرات نشوف مستويات قياسية حتى المؤشرات الألمانية نشوفها ارتفعت بعدين خفضت بس بسبب قصة الإغلاق وعادة ارتفاع عادة الإصابات فهي تأثير على مسار الأسهم العالمية الأسهم الأوروبية لكن بالنسبة للذهاب إذا تحدثنا ما زالت توقعاتنا على المدى المتوسط والطويل أنا مرجحة نحو الارتفاع وإذكرنا في عدة مقابلات مع CMBC أنه نحن متوقعين الارتفاعات بسبب أولا عوائد السندات ما زالت القصيرة المدى هي منخفضة حتى لو ارتفعت عوائد السندات الطويلة قصة الدولار ما زالت ضعيفة ومتوقع أنه مع سياسة بايدن ب1.9 ريون دولار حتى لو فيه كانت معارضة وما رح تكون هالحزمة كتير كبيرة ب1.9 ريون دولار يعني يكون بس رح يتمر الجزء الأكبر من هذه الحزمة فبالتالي هذا رح يأثر على الذهاب وبالتالي أيضا لا ننسى أنه مستويات الضتخم رح يكون تأثير أهال منخفضة على المدى القصير بالنسبة للذهب لكن كل هذه العوامل حتى الشهية نحو الأصول عالية المخاطر عم برافقة عم نشوف أنه أيضا ارتفاعات للذهب فكل العوامل داعمة الآن للذهب كمان ذا كان عوائد تشارتي نقطة لنا بأنه حتى مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل حتى ولو سجلت المزيد من المكاسب برأيك أن الذهب سيرتفع نعم الذهب سيرتفع لأنه رح نتوقع بعدين لأنه رح نتوقع أنه ما رح تضل هالارتفاعات لأنه عم نشوف عوائد السندات المخفضة لسنتين من ثلاثة شهر هي ما زالت متراجعة وراح معها سياسة الانفاق ما رح تضل أنه عوائد السندات ترتفع رح ترجع للانخفاض وبالتالي أنه سياسات التحفيز المزيد من الانفاق من قبل الفدرالي الأمريكي انخفاض أسعار الفائدة لمستويات مددني وما رح يقوم الفدرالي الأمريكي برفعها كلها عوامل عم تدعم أسعار الذهب برأيه إذا تخطي ممكن نتخطى 1900 دولار ولو تخطينا هذا الحاجز النفسي ووقفنا فوقه ممكن نوصل إلى مستويات فوق الألفين دولار حسب قسم الدراسات لينا قناعة كتيرو شكرا جزيلا لك لدي مشاركة شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك